أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب على مواقعهم وعلى صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن غدا بإذن الله سيتقدم خمس أعداد أعضاء مجلس النواب بطلب إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات دستورية على الدستورة الذي جرى الاستفتاء عليه في العام 2014 والخبر ده نشرته وكالة أنباء الشلق الأوسط ألف شين ألف ونشر على عدد من المواقع نواب دعم مصر أعلنوا أنهم انتهوا من اجتماعهم ومشكلين مذكرة وقع عليها أكتر من 120 نائب بالبرلمان أي حوالي خمس أعضاء مجلس النواب لتعديل بعض مواد الدستور حسف بعض المواد إضافة مواد طيب إيه أبرز التعديلات اللي هينتج عنها البيان بتاع أعضاء مجلس النواب حينقش إيه غدا بيتكلموا على عودة مجلس الشورى اللي هي الغرفة التانية ولا يسمى مجلس الشورى زي هيسمى مجلس الشيوخ زي ما احنا سمينا مجلس الشعب مجلس النواب أيضا تمثيل المرأة لا يقل عن 25% من عدد النواب بالبرلمان الحفاظ على نسب الشباب وزوء الاحتياجات الخاصة في البرلمان أيضا هيكون عندنا جزء يتعلق بمدة الرئاسة على أن تكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات قدم بكرة بإزد الله البرلمان سيفتتح جلسته وهيبقى هذه جلسة عامة هيتم تقديم الطلب إلى المنصة ثم بعد ذلك تبدأ إجراءات تعديل الدستور أي تعديلات هيتم على الدستور ينبغي أن يستفت عليها الشعب وبالتالي احنا دخلين على استفتاء دستوري قريب هيبقى في دعوة للسادة المواطنين للنزول إلى مواقع الانتخابات لإدلاء برأيهم هل يوافقوا على هذه التعديلات الدستورية بنعم أم لا وسوف نوفيكم بتفاصيل أخرى عندما تبدأ جلسة الغد بإزد الله بس هذا من أبرز الأخبار اللي جات النهاردة فيما يتعلق بتعديلات الدستورية خاصة أن احنا شاهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية لغط حول هذا التعديلات هل يتم بتعديلات هل مش هتم بتعديلات طب إيه المواد اللي هيتم التعديل فيها لكن الآن أصبح لدينا خبرا موثقا خبرا يقينيا بيقول أن غدا هيبقى بدء إجراء المذكرة اللي هيتقدم بيها أكتر من 120 نائب بيوقعوا موقعين عليها لإجراء مثل هذه التعديلات الدستور بينص على أن فيه خطوات لإجراء هذه التعديلات هنشوفها بكرة هنتبعها في مجلس النواب ما عرفش إذا كانت هذه الجلسة هتبقى مزاعة للهوى أم لا ولكن من المؤكد أن كثير من وسائل الإعلام المحلية العربية الدولية سوف تتابع هذا الخبر لأنه خبر بلا شك مهم جدا يؤثر في الحياة السياسية المصرية ننتهي من هذا الخبر الأبرز اللي احنا حطناه في صدارة أخبارنا لأنه بنارى عن حقه هو خبر مهم قد يكون فاصل بين فترتين قد يكون فاصل بين حدثين لكن دعونا نرى ما ستسفر عنه هذه التعديلات كل الخير لمصر يا رب سواء جرى تعديل الدستور أم لم يجرى تم الاستفتاء لبنعم أم لا لكن نتمنى يا رب الاستقرار والسداد لهذه البلد لأنها لا تحتمل أي هزات خلينا نروح إلى خبر أنا فوقت به أنت بتتكلم على رسوب أكتر أو قرابة 40% من 37% ل40% من طلاب المرحلة الإعدادية في محافظتي الجيزة والقاهرة ليه؟ الترمي الأول خلص لابتحان فتم التصحيح نتيجة هذا التصحيح إيه؟ ظهرت النتيجة أنت بتتكلم مثلا فيه